السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي وحشتوني جدا معاكم ميسر ردو من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت النهاردة ان شاء الله هندخل في مرحلة ما بعد الحروف وهنعرف دلوقتي الطفل خلص الحروف بعد فترة صواء طويلة او قصيرة شهر او شهرين او ترمي كامل ده بالنسبة للاطفال في سن التمهيدي من 3 سنوات ل3 ونص ممكن الطفل يطول اوي وممكن ياخد ترمي كامل او ممكن ترمين مع بعض على حسب استيعابه طيب لو الطفل اربع سنوات هيخلص الحروف في شهر او شهرين او 3 شهور لان طبعا بيكون استيعابه اكبر وبيبقى فاهم اكتر طبعا من الطفل في سن التمهيدي طيب المفروض نبدأ ايه بقى بعد ما خلاص عارفنا الحروف وحفظناها كويس جدا هنبدأ زي ما احنا شايفين الشكل الهرمي ده او السلم ده هنطلع ان شاء الله كده درجة درجة مع الطفل لحد ما نوصل لكتاب ان شاء الله نور البيان اول حاجة مراجعة وتمكين الحروف احنا حفظنا الحروف نراجع بقى نعود اسبوع كده او اسبوعين في المرحلة الاولى دي اللي هي مراجعة وتمكين الحروف لان ما ينفعش ابدا ان الطفل يدخل في الكراءة وكراءة كلمات وان هو يشابت بقى الكلمات في بعضها ويبدأ يتهجى ويقرأ وهو مثلا مش عارف حرف القاف او مش عارف حرف النون تديله مثلا قرأة يقولك امام انا مش عارف الحرف ده او ينطقه فا او ينطقه كاف فلازم الاول نراجع على الحروف كويس جدا ونمكن الحروف هي زي التاء لها ايه جيها اكتر من شكل وفي تاء مربوطة في النهاية فشكلها بيبقى مختلف عن شكل التاء. اه في البداية. طيب في كمان الكاف يبقى شكلها برضو مختلف في البداية في بداية الكلمة. الها فستنها كتيرة و ليها كذا شكل في بداية الكلمة مختلف خالص عن نهاية الكلمة. طيب. تالت حاجة هنعرف مع بعض حاجة اسمها كراس الهمزة يعني ايه كراس الهمزة يعني دلوقتي الهمزة بتتكتب على الالف وعالوا وعاليا وعلى النبرة وعلى السطر الف ويا نبرة وسطر كمان يعني لو شفنا الهمزة على الوا ما نقولش وا لو عليها فتحة هنقول ا مش هنقول وا لو شفناها عليها مش هنقول يا هنقول برضو ا لو عليها فتحة ان شاء الله نعرفها بالتفصيل في الحلقات القادمة رابع حاجة هنعرف الحروف اللاثوية والحروف المفخمة خامس حاجة هنعرف حروف القطع سادس حاجة هنعرف حركة الفتح وبعد كده ان شاء الله ندخل في كتاب نور البيان وهنمشي بترتيب الكتاب هنبدأ بحركة الفتحة وبعد كده الكسرة وبعد نتضم وبعد كده المادة بالألف المادة باليا المادة بالواو السكون بعد كده ندخل في التنوين تنوين الفتح تنوين الكسر تنوين الضم بعد كده الشدات شدة وفتحة شدة وكسرة شدة وضمة الشدة مع التنوين واخر حاجة لها مزاد هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني يا ميس أعرف أمكن إزاي الطفل وإزاي أرجاله الحروف هندي إملاء يوميا يعني مثلا هنحدد فترة أسبوع أو أسبوعين حسب استيعاب الطفل اكتب الحروف هنا بالترتيب هيبدأ يكتب ألف با تا ثا جيم حا خا نرسم له كده الدودة هنا أو نرسم له قطر أي شكل الطفل يحبه ألوان كده تجذبه ونبدأ نشجعه اكتب له الحروف هنا من الألف إلى الياء معظم الولاد طبعا حافظينهم وبيتبستوا قوي بالتدريب ده لأنهم حافظين الحروف في سياق التدريب بس طيب المهم بقى هنا إملاء بدون ترتيب اكتب مثلا سين اكتب ياء اكتب واو اكتب راء هنبدأ نملل الطفل بدون ترتيب طيب اكتب لي هنا عين مش عارفها يا ماما مش عارف العين طيب هنبدأ نعمل إيه في الحالة دي هنحط صحي كده جنب العين ونبقى مجهزين معنا كشكول تاني نبدأ نكتب فيه الحرف اللي الطفل ايه وقع فيه وليكن حرف العين او هنبدأ نكتبه كده خلاص احنا عرفنا ان هو دلوقتي مسلا واقع او ضعيف في حرف العين مسلا هنبدأ نكتب عين نكتب عين طيب اكتب لي هنا مسلا ضاد مش عارف يا ماما او شكله ايه مسلا ما تبدأش توصفيله او تمليه لا احنا دلوقتي عايزين نعرف نقاط الضعف عند الطفل هو بيقع في ايه او ايه الغلاطات اللي هو بيقع فيها او الاخطاء اللي بيقع فيها طيب حرف الضاد حضرتك يبدأ اتسجلي مش عارف مسلا للدال مش عارف الرا يبقى احنا دلوقتي معنا اربع حروف هنبدأ نتمرن عليها كويس جدا بالاضافة للتدريب بتاع الحروف من الالف الى الياء عشان برضو ما ينسهمش هنبدأ مثلا العين هننزل بيها مثلا هنبدأ نعمله تمرينات يومية اكتب عين 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 ويبدأ ونبدأ ان احنا نقوله الطفل ابدأ اقرأ اثناء الكتابة يعني طول الكتابة يقرأ عين 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 وما نبدأش نخليه يكتب عمود او صفحة بحلها عشان ما يتعبش ويزهق لا احنا ممكن نقوله اقرأ اقرأها خمس مرات عين 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 يبدأ يعد على ايده وتيبدأ اي تاني ترجعلي التمرين تاني طبعا في اليوم اللي بعد اكتب لي بقى عين هتلاقيه فاكرها طيب انا مش فاكرها يا ماما برضو تحطي جنبها صح او تغذيها كده في الكشكولة على جنب وتعرفي ان هو بيتلغبط في الحرف ده يبقى احنا كده اخذنا تدريبات بالنسبة للكتابة وراجعناهم وعرف ما الطفل بيعرف يكتب ايه كويس قوي وإيه اللي هو واقع فيه في الكتابة ناخد بقى هنا مراجع على القراءة هتبدأي حضرتك تكتبيله او اكتب للطفل الحروف كلها بدون ترتيب يعني حضرتك تبدأي تكتبيهم للطفل بالمنظر ده في دوائر كده عشان برضو الدائرة بتحكم الطفل يعني هنا كده في الكتابة الدائرة بتحكم الطفل ان هو يكتب جوه الدائرة وكمان هتبقى هتكذبه وتخليه يحب انه يكتب جواه طيب حضرتك بارته تبدأي تكتبيله الحروف كلها بس مش بالترتيب طبعا من غير ترتيب احنا دلوقتي عايزين ننمي عنده كمان مهارة القراءة يبقى احنا نمينا مهارة الكتابة هنمي كمان مهارة القراءة طيب اقرأ الحرف ده عين سين وده دال باء ايه ده خاء ده خاء بس له كويس خاء خلاص يبقى كده احنا عرفنا ان هو واقع في الجيم نبدأ نحط الصحة على الجيم وناخدها برضو في الكشكول بتاعنا الخاص بينا كده نكتب اه نكتب ايه جيم يبقى الطفل دلوقتي بيتلخبط في الجيم ياء راء شين ضاء نبدأ نحط صحي جنب الزاء لو ما كرقوش لو مسلا قال ضاد ما عرفش يقرأه طب خلاص يبقى ناخد الزاء كمان معينا انا بديكم دلوقتي امثلة طبعا ان الطفل ايه اه ما عرفش الحرف ده طيب حرف ايه ده ضاء لان معظم الاطفال بتتلخبط بين الضاء والضاد والصاد الحروف المتشابهة وبرضو الغين والعين او التاء والثاء والباء او الحاء والخاء والجيم الحروف اللي هي المتشابهة نبدأ خلاص احنا عرفنا الطفل بيغلط في ايه هنبدأ ندربه بقى على الحروف اللي هو وقع فيها بالاضافة طبعا لان احنا ندي تامرينات على بقى الحروف اللي هو اه بيعرفها كويس جدا علشان برضو ما ينسهاش هنبدأ ندي له الطفل بعد التدريبات على الحروف اللي اخطأ فيها زي ما قلنا هو مسلا غلط في العين نبدأ نكتبله عين وينزل به عين 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 قولي له اقرأها خمس مرات قولي له اقرأها خمس مرات عين 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 يوميا ايه ده تاء 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 مش لازم يكتبها كتير ممكن يكتبها مرتين بسعي تاء تاء ولله بقى يلا اقرأها بقى خمس مرات او عشر مرات على حسب اه يعني ضعفه فيها او قوته فيها تاء 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 يبقى تثبت في دماغه هتيجي تاني يوم ايه ده هيقول لك تاء خلاص هو قرأها كتير فسبتت في دماغه ومش شرط انه يكتبها كتير برضو عشان ايدي ما توجعوش او بعض الاطفال مش بيحب ينزل عمويل كتير شين يبدأ برضو نفس النظام شين 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 خمس مرات قول له اقرأها لي بس خمس مرات مش يخليك تكتب كتير فا 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 والميم نفس النظام تبدأ ايه برضو الحروف اللي هو غلط فيها عين تبدأ ترسمي له رسمة بسيطة جدا معبرة قول له عين عين اول حرف ايه عين اكتب لي عين هيبدأ يكتب العين طيب معرفهاش اكتبها له كده فوق على جنب كده عين قول له زي دي عين تمام يبقى انت دلوقتي بتدربي انت مش بيتمالي دلوقتي انت دلوقتي بتمرني انه هو يكتب الحروف اللي غلط فيها تفاحة يبقى تا اكتب لي تا كتب التا يبقى كده تمام عارف التا موزة معرفهاش برضو اكتبها له فوق قول له الميم اللي هي كده ميم تمام يبدأ يكتبها فراشة شجرة وهكذا يبقى دلوقتي احنا بندرب التفل على الحروف اللي هو ايه ضعيف فيها طيب برضو ممكن تمرين زي كده اختر الحرف المناسب للصورة بترسمي له برضو الصور بالحروف اللي هو غلط فيها وتبقى تقول له حط دا ايه ريالا ظرف فان حرف الظاق ظرف دال دا ظاق دا ضاد ممكن يقولك ده تبقى تقول له لأ ظاق ظاق اللي بنطلع فيها لسنة الظاق حرف لا سوي ظاق طيب وردة وا واي بحرف الواو ايه دا ميم وايه دا سين يبقى دا الواو انت دلوقتي بتدرابيه ممكن تسعديه سمكة شين سين صاد برافو يبقى السين نبدأ نحط دائرة على السين بطة باق ولا فاق ولا تاق لأ بتبدأ بالباقي يبقى باقي تمام يبقى احنا دلوقتي دربنا الطفل على كل الحروف اللي غلط فيها في الكراءة وفي الكتابة ونخليه يقرأ ويكتب يوميا ويلتزم معينا بالكراءة وبالاملاء مرة بالترتيب ومرة من غير ترتيب ونبدأ بقى نشجعه جيد جدا ممتاز برافو نحط له نجمع عشرة من عشرة ونشجع الطفل تمام ان شاء الله نعدنا الحلقة القادمة مع دراسة اشكال الحروف المتغيرة هنبدأ ناخد مجموعة الحروف دي عشان نمكن الطفل كويس جدا قبل ما ايه قبل ما ندخل في مرحلة الكلمات لو الفيديو عجبكم واضغطوا اشتراك في القناة واضغطوا لايك وشاركوا الفيديو ده في كل المجموعات او لاي حد ممكن يكون محتاجة استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته